مسجد الطواشي والذي يعد ضمن أقدم المساجد التاريخية العامرة في علو صنعاء بني مسجد الطواشي عام 1619 ميلادية شرقية طريق النافذة من سوق عقيل إلى جهة الزمر وباب شعوب وقد حكى العلامة المؤرخ يحيى بن الحسين بن الإمام أنه في عام 1619 ميلادية وصل رسول من سلطان الهند يعرف بالطواشي ومعه هدية عظيمة لمحمد باشا ولبث في صنعاء أياما وبنى فيها المسجد المعروف الآن بمسجد الطواشي نسبة إلى بانيه الجامع يعتبر من الجوامع الأثرية بناه واحد اسمها الطواشي جاء مأمور من ملك الهند جاء إلى اليمن ووصل بعدها بناء الجامع وبناء مع الجامع حمام بخاري إضافة إلى الجامع بناه وفعل الجامع هذا وفعل معه المحسنة الذي هي المطاهي وفعل البيئ وأضاف له بستاء الذي تسمى في صنعام كشامه وفعل حوانيت في السوق في سوق الملح هذا كله الذي تشكى على الجامع يسمى الذي كلها مردودة يكون للجامع كما لا يزال قبر الطواشي مبعوث الهند إلى اليمن آنذاك موجودا حتى اليوم إلى جانب المسجد من الخارج ويتميز مسجد الطواشي بالعقود والنقوش الجميلة الموجودة حتى الآن كما بنى فيه الطواشي حماما بلديا بخاريا وجعلت فوائده لصالح هذا المسجد بعد الإمام المهدي العباس جاء ابنه عبد الله بن المهدي العباس وعمل في هذا الحارك كامل دار الطواشي كانت تسمى دار الإسعاء كانت تتكون من 360 غرفة وكان معي 360 جارية فعل دار الإسعاء من الركن العدني لجامع أزد مرباشة إلى نهاية إلى عند بيرل الرباحي الذي الآن تسمى سوق الربوعي في عام 1994 كان الوزارة بترميم الجامع كان فيه 18 دعامة 18 وحقا أني نزولنا لأنني عملونا لأنني عملونا لأنني تسر دعامات وفصحوهن فصحوهن فصحوهن طيقة طيقة كانني يعني دائرية دائر فصحوهن ورفعوا السكف السكف ربع السكف أيوة كان ربع السكف وأملوه سيان المظاهر حقا الوضوى لهذا سبروهن طبعا كان الجامع كان مع كتابات كانت موجودة مع كتابات أثرية بس مع التجديد ما بقي منها إلا الذي في الجهة العدنية آية الكرسي فقط ولكن معاك المحراب هذا كامل وهذا كله كان كله منقوش كتابة أثرية مع التجديد أنه طبعا اتجتت الواجهة القبلية والغربية والشرقية كلها زيلت وبقية الجهة العدنية فقط كان مع الجامع ما يقارب من 12 دعامة الآن أصبحين غير تس وقد زاد في تحسيناته وترميمه القاضي علي بن حسن الأكوع عام 1185 هجرية كما هو مذكور في جدار المسجد بالجص من داخله وخارجه وكذلك أضيف الترميمات وتحسينات للصومعة إضافة إلى التوسعة العدنية مقابل المنارة من الشرق ولا يزال هذا المسجد قائما حتى الآن بروعته وتصاميمه المميزة التي أضيفت إليه على مر السنين للحفاظ على عراقته وقيمته الدينية الإسلامية السامية